قال قادة سياسيون في حضر موت إن المقاومة الفلسطينية أثبتت هشاشة الكيان المحتل أمام أصحاب الأرض برغم ما يملكون من إمكانيات متواضعة مقارنة بقدرات الاحتلال الإسرائيلي من قوة عسكرية ودعم دولي لا محدود المقاومة اليوم وهذه المباغة التي قام بها أو قامت بها الفصائل وأذكر أو خصب الذكر وهي جناح العسكري للمقاومة الإسلامية حماس بدخولها إلى مناطق الغلاف وهذا يعتبر تطور كبير جدا لم يظهر بل جعل الترسان الموجودة التي يمتلكها العدو تتهاوى أمام الهمة وأمام العزيمة وأمام قوة أولئك الرجال وصبرهم وتضحياتهم الكبيرة طبعا هذه الحرب أظهرت حشاشة العدو وضخامة ما يقال عنه أنها الدولة التي لا تهزم فإخواننا في غزة وفي المقاومة الإسلامية في غزة والمجاهدين في غزة أظهروا هذه الحشاشة وأدخلوا الحرب إلى عمق العدو إلى مناطق 48 التي لم تدخل من 67 لها فدخلت المقاومة لها والحمد لله نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الثبات والنصر إن شاء الله لتحرير أرض فلسطين هذه الانتصارات توحي للأمة التفاؤل وكذلك أن النصر قادم بإذن الله سبحانه وتعالى ومهما تكالبة المصائب وتكالبة الغموم والهموم على هذه الأمة إلا أن النصر بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون حليف المسلمين بتحرير المسيد الأقصى من قبضة اليهود وهذه الغزوة أظهرت لنا هشاشة الجناح العسكري لإسرائيل وقدرة الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء فمهما يمتلكه العدو من أسلحة ثقيلة فإنها لا تساوي عند قدرة الله عز وجل شيئا وهذه الغزوة علمتنا دروس كثيرة منها أولا الوقوف ضد كل ظالم وكل مستبد طلب مواطنون بفتح أبواب الجهاد للالتحاق في صفوف المقاومة الفلسطينية والمشاركة في تحرير فلسطين من الاحتلال الصهيوني قالوا في تصريحات لقناة يامن الشباب إنه من غير الممكن الصمت على العدوان الصهيونية الهستيرية بحق النساء والأطفال في قطاع غزة ننصر أخوتنا في غزة وفي الفلسطين المحتلة ونقول للشعوب العربية صحوا النوم وأفتحوا باب الجهاد فإن الشعوب العربية منتفضة في جميع الدول فلذلك ندعوش جميع الحكام إلى أن يصحوا النوم من هذه الغفلة طوفان الأقصى بحقيقته قد قسم العالم إلى قسمان لا ثالثة لهما القسم الأول كلنا الأقصى والقسم الثاني كلنا صهاينة فاختاروا يا حكام العرب وليختار العالم في أي القسم يكون مصيره نبعث رسالة لإخواننا في فلسطين من هنا من تعز الأبية تعز الثورة تعز الصمود إننا بجانبهم حياة موت نحن وأولادنا ونسواننا وكميع ابناء الشعب اليمني نبعث لهم التحية ونقول لهم نحن إلى جانبكم فكوا لنا بس منفذ فكوا لنا منفذ نحن هنا بنحمي سواعدكم بنحمي ظهوركم نشد دعاة وناشطون يمنيون كافة أحرار العالم للوقوف مع القضية الفلسطينية والتعامل معها كقضية إنسانية وحذر الناشطون من التهون مع الاعتداء الصهيوني على المدنيين في غزة وقال إن الدورة سيأتي حينها على الدول التي تقاعست عن واجبها تجاه الفلسطينيين وحينها لن يجدوا لهم مناصرين العالم متواطئ مع هذا القلاد نعم مع هذا القلاد الصهيوني المقرم الذي اعتمد الأرض المحرقة اليوم يحرق اليوم اليهود الصهيوني يحرقون إخوانا بالفسفور المحرم دوليا ونحن إذ نعبر عن ألمنا قضية فلسطين قضية إسلامية قضيتنا ارتباطنا مع هذه القضية ارتباط عقائدي العالم الذي يتشدق بالحرية والإنسانية نحن نطالب كل أحرار العالم هل أن هذه الأحداث فضحتهم نحن نطالب كل الشرفاء من العالم كله إلى أن ينصفوا هؤلاء الضعفاء لأن الدور سيأتي عليهم نحن قضيتنا ليست قضية قومية ولا قضية عربية ولا قضية حتى إسلامية نعم هي قضية إسلامية لكن مع ذلك هي قضية عالمية قضية إنسانية نحن نناشد أحرار العالم أن ينظروا وينظروا كيف أن هذا العالم كيف أن هذا النظام العالمي فضح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر